الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد غرّدوا عن موضوع انضمام الإمارات لمجموعة بريكس بس شو يعني مجموعة بريكس أساساً؟ باختصار بريكس هي عبارة عن مجموعة تضم في عضويتها كل من البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا وتهدف إلى تنمية التجارة والاقتصاد ومرونة سلاسل التوريد العالمية بالإضافة إلى تعدد الأقطاب الاقتصادية يعني الثقل الاقتصادي لن يكون حكراً على أمريكا والغرب بعد الآن بس هون خطر على بالي سؤال مهم ما أهمية هذا الانضمام لدولة الإمارات؟ التعداد السكاني لهذه الدول يبلغ 48% من إجمالي سكان العالم نحن نتكلم عن نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول المجتمعة يتجاوز الثلاث وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهذا يعني بالضرورة فرص وآفاق اقتصادية وتجارية كبيرة لدولة الإمارات وهنا يأتي سؤال ثاني إذا كانت هذه الاقتصادات بهذه القوة لماذا كانت المجموعة حريصة على انضمام الإمارات لها؟ باختصار المجموعة حريصة على انضمام دول ذات اقتصادات قوية لها وهذا ما تمثله دولة الإمارات فهي تتمتع باقتصاد قوي يرتكز على عدة عوامل النفط الموقع الجغرافي المتميز شبكة من الموانئ العالمية الحيوية والنشاط الاقتصادي والتجاري الانضمام الفعلي لدولة الإمارات بالإضافة لخمس دول أخرى سيبدأ اعتبارا من 1 يناير 2024 هذا الانضمام يؤكد على توجهات دولة الإمارات بأنها جاهزة للعمل مع الجميع لنعيش كلنا بعالم أفضل